السلام عليكم طلاب الثاني متوسط اليوم أدنى الدرس الرابع متوازي الأضلع يقول لك شنو متوازي الأضلع هو شكل رباعي كل ظلعين متقابلين فيه متوازين يعني الظلع A B يوازي D C الظلع B C يوازي A D هس أدك نظريات خصائص متوازي الأضلع شي يقول لك النظريات كل ظلعين متقابلين متطابقين يعني الظلع A B متطابق مع الظلع D C الظلع B C متطابق مع الظلع A D يعني متساوي بالقياس مطابق إلي كل زاويتين متقابلتين متساويتين بالقياس يعني قياس الزاوية A من مقابلها قياس زاوية C اللي هم متقابلين إذن متساويين بالقياس قياس زاوية B مقابلين من قياس زاوية D إذن هي متساوية وياها بالقياس سيقول لك كل زاويتين متتاليتين متكاملتان يعني شنو متكاملتان يعني قياس زاوية B و C هنم التاليات لازم قياسهم يكون 180 درجة يعني ال B قلنا إذا 80 درجة C 100 درجة وهاي مقابل هاية وهاي مقابل هاي هس عدك قطر قطراء المتوازية متناصفة يعني شنو عندك قياس B E B E نفس قياس E D هس عدك قياس A E نفس قياس E C هس المثلث D A B D A B هذ المثلث مساوي القياس مثلث D C B هذ المثلث نفس قياس هذ المثلث مطابقين بالقياس هس عدنا مثال رقم 1 صفحة 18 مهم يقول لك استعمل خصائص متوازي الأطلاع لإيجاد قياسات زاوية C وزاوية D بالدرجة وطول كل من الظلع A B والظلع D C بالسانتيمتر هس منطيق قياس زاوية C ومنطيق قياس زاوية D بيها مجهول بيها مجهول اللي هو X هو يريد تطلع قيمة X وتعوضي وتطلع عنه قياس الزاوية هس أول خطوة بالحال قد قياس زاوية C قياس زاوية D هنه متكاملتان يعني شنو متكاملتان؟ قياسهم يساوي 180 درجة هاي أول خطوة ماذا سنسوي قياس زاوية C زاوية D يساوي 180 درجة هس نعوض بمكان زاوية C اللي هو مطينا يا 2X زاوية 5 زاوية نجمعهم بمكان قياس زاوية D شنعوض مطينا ياهم والأبو الأكس المجهول 4X ناقص 35 شي يساوي 180 درجة هس عدنا عدنا أكسات وعدنا أرقام كل X نجمع ويالأكس المشابه إلى عدنا 2X زاوية منه يشبه 4X نجمعهم شي يصير 6X هس عدك 5 و35 ننقصهم 5 ناقص 35 يساوي 30 هس عدك 6X ناقص 30 يساوي 180 درجة هس نخلي الأكسات بجهة والأرقام بجهة 6X يساوي 180 إلى 30 درجة من نتحولها لهالجهة ايش تتغير بيها؟ تتغير بيها الإشارة هس نصار 6X 180 زاوية 30 صار 210 و10 درجة هس شن نتخلص من معامل X نقسم الطرفين على معامل X اللي هو 6 حتنا نخلص مننا ويبقى لنا بس قيمة X هس 6X راحت 6 ويالستة راحت وقتلنا X هس هنا ناهمين نقسم على 620 و10 تقسيم 6 طلع عنا قياس قيمة X هو 35 درجة هاي 35 درجة وين هنعوضها؟ هنعوضها بمكان كل X هنعوضها مرة هنا ونعوضها هنا هس شعدنا هس شعدنا عدنا 2X زائد 5 بمكان كل X شنعوض 35 30 اش قد يطلع الناتج 75 درجة قياس زاوية السي بما انه هنه مكملات 180 لازم هس شعدنا المكملات 180 درجة ناقص 75 اللي احنا طلعناها هذن قياس 180 ناقص 75 هاي اللي طلعناها اش قد تطلع 105 درجة قياس زاوية دي اذا جمعنا قياس زاوية سي 75 زائد 105 حصير 180 درجة هس سعدنا تكملت السؤال يقول لك جد طول الظلع a b طول الظلع a b والطلع d c يعني يريد قياس هذا الظلع وقياس هذا الظلع بما انه هنه متقابلان اذا هنه متطابقان اش راح نسوي قياس الزلع d c شي ساوي قياس الظلع a b هنه متطابقات لان متقابلات اش هنسوي بمكان كل d c وبمكان كل a b هننزل معادلاتهم اللي هو منطيها بالسؤال منطينا معادلتين نساويهن يعني ش نسوي معادلة الاولى ثمانية وي ناقص ستعش يساوي خمسة وي زائد اثنين هاي هو هي تمطيها بالسؤال بس نخلي بيناتهم يساوي ونحط المتغيرات بجهة والثوابت بجهة هسا ثمانية وي ناقص ستعش يساوي خمسة وي زائد اثنين هذا الضلع d c وهذا الضلع a b حطينا بيناتهم يساوي هنجمع المتغيرات واحد والثوابت واحد نعزلهم ثمانية وي ناقص خمسة وي ثمانية وي ناقص خمسة وي اش قد صارت ثلاثة وي وعدك ستعش زائد اثنين ونعوضها هنا بالمجهول هسا اش قد طلعت ان قيمة ال y هي ستة هسا المعادلة الاولى عدنا خمسة وي اللي هي هياتها بالسؤال خمسة وي زائد اثنين خمسة وي زائد اثنين ال y اش قد طلعت ان قيمته بمكان كل وي هنعوض ستة خمسة في ستة زائد اثنين ثلاثين زائد تطابقان يعني هذا لازم يطلع خمسة وثلاثين اثنين وثلاثين العفو سنتيمتر هسا هنسوي عدنا المعادلة الثانية ثمانية y ناقص ستة ثمانية بمكان كل y نعوض ستة اللي احنا طلعناها ثمانية في ستة ناقص ستة ثمانية في ستة ثمانية واربعين ناقص ستة اثنين ليشلين هم متقابلين